موسيقى خلال السنوات الأخيرة شهدت مدن متعددة من العراق لسيما بغداد موجة استثمارات لتنفيذ مشاريع عمرانية ضخمة وذلك عبر أموال مكسوبة بشكل غير شرعي وعبر صفقات فساد وجدت في هذه المشاريع ملاذا آمنا لغسيل تلك الأموال بحسب محن الدراسات الأقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية الذي أكد أن نظام المحاصص الطائفي والعرقي وتقاسم الأحزاب السياسية المهمة مؤسسات ووزارات الدولة فيما بينها سهل توزيع الاستثمارات والعقود الحكومية المربحة التي غالبا ما تسيطر عليها مصالح حزبية المحاد الأمريكي أكد أن انتشار المراكز التجارية في العراق بعد عام 2003 يخفي وراءه فسادا كبيرا لما تمثله هذه المراكز وغيرها من المجمعات السكنية والمطاعم من واجهات لغسيل الأموال وإشاعة ثقافة الاستهلاك موضحا أن التنمية الباذخة لهذه الاستثمارات تثير تساؤلات بشأن مدى منفعتها ومردودها الاقتصادي في وقت تحتاج البلاد إلى مشاريع تنموية مهمة تسهم بتعافي الاقتصاد المحاد بيّن أن أصحاب الأموال الضخمة من جهات سياسية وحزبية هم فقط من يستطيعون تنفيذ مشاريع عمارية ومجمعات ترفيهية مؤكدا أن غالبية المواطنين مما لديه رغبة بتنفيذ مشروع صغير أو استثمار بسيط يضطرون للولوج لشبكة منظومة الاقتصادية تسيطر عليها أحزاب وقوان سياسية متنفذة وهو ما ينفي تأكيد السودان من دعمه للقطاع الخاص كما هو يناقض ضعوته في اجتماع الجمعية الأممية شركات وكيانات تجارية دولية للعمل والاستثمار في العراق دون توفير ضمانات لها لأسهم أن وقع الحال يشي بوضوح إلى سيطرة الميليشيات على ملف الاستثمار ملف الاستثمار والعمار في العراق ملف وهمي روجت له جهات متنفذة سياسية وحزبية سعيا منها للكسب غير المشروع للتغطية على الفساد والسرقات عبر مشاريع غزة بغداد ووأدت محاولات إحياء القطاع الخاص